إلى مأساة من نوع آخر حيث تعيش السيدة ماروز مزوري عفواً رفقة أطفالها الخمسة في ظروف اجتماعية جد وصعبة بمكان يشبه خم الدجاج بإحدى بلديات ولاية الشلف دون أن تلتفت إليهم السلطات المعنية تبع التقرير تليل يا رشيد مشبوب وحميد عواتي بدوار ولاد العربي ببلدية تنس ولاية شلف وقف تلفزيون النهار على واحدة من أصعب الحالات الاجتماعية قصاوة حيث تعيش عائلة سيدة مزوري برفقة فلذات كبدها في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية ما عندي ما نقول رقم تشوفوا بعينيكم أني محتاجة لكل حاجة وليدي محتاجة العمالية اللي زي جاي عليه محتاجة السماعة با يسمع بنياني مصد با نطلعوا الراج راح ومخليني ما عنديش خدمة ما عندي حتى حاجة الوالدة وبعد أنها جرى زوجها بقيت تعاني وتتصارع مع ويلات الزمن فلم تجد سوى هذا الخم لتحتمي به وتجعله مأوالها والأطفالها اليتامة أنا بغي ناس ناس اللي فيهم خير ربي يعاونونا يشوفوا فينا الطالبة من رئيس البلدية يعاوني يعاوني في السكنة تاعي باش نستر أولادي أنا مانيش طالبة يأطوني خدمة ويعاونوني كبه نستر أولادي هذا ماني طالبة شي ينفق عليها ما ينفقش عليها سمح فيها نهائيا عنده عام 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 أولاده متوحشين ولا يشوفوا ما يجي عندهم ويحوس عليهم وما يسقس عليهم ويقول هذر لشام خاصينهم هي إذن وضائعية معيشية صعبة وأمام مثل هذه الظروف تنشد السيدة مزور ذوي القلوب الرحيمة لمساعدتها وفي نفس الوقت تطرح تساؤلات عدة مع دور السلطات المحلية والجمعية الخيرية في مثل هذه الحالات